السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر علي السيد أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي دفعة 2024 أهلا بكم في قناتي التعليمية إن شاء الله في الفيديو ده هنحل على الدرس الأول والتالي من كتاب المعاصر على الوحدة الأولى اللي هي بعنوان Around Town حول المدينة عشان تستفادوا من الفيديو ده ياريت يكون معكم كشكول ملاحظات وتكتبوا كل ملحوظة بقولها في الفيديو ركزوا كده معايا وإن شاء الله هتلاقوا الدرس سهل وأنا أصلا هشرح الدرس وأنا بحذ طيب افتحوا معايا صفحة 28 سؤال الأول بيقول نقطة means cars السيارات الشاحنات and motorbikes والموتسيكلات أو الدراجات البخارية التي تستخدم الطريق كلمة traffic معنى حركة المرور traffic ودي اسم لا يعد traffic حركة المرور ports جاية من كلمة port اللي معناها ميناء parts جاية من part يعني جزء stations جاية من station اللي هي محط يبقى الإجابة هتكون traffic خلي بالكم أنا هكرر كتير جدا عشان تحفظوا معايا في الفيديو traffic يعني حركة المرور traffic traffic ودي اسم لا يعد زي ما اتفهم رقم اتنين a large park منتزه كبير or open area أو منطقة مفتوحة where scientists التي فيها العلماء study plants يدرسون النباتات and trees والأشقار is a space هي ايه kindergarten طبعا لا kindergarten معناها ايه معناها حضانة kindergarten botanical garden يعني حديقة نباتية وطبعا دي الإجابة ودي كلمة موجودة في الوحدة botanical garden botanical garden public garden معناها حديقة عامة city garden يعني حديقة المدينة أو حديقة عامة برضو رقم ثلاثة calm and quiet الاتنين نفس المعنى calm and quiet معناهم هادئ كلمة هادئ means معناها ايه special مميز أو خاص لا careful معناها حريص برضو لا useful مفيد برضو لا يبقى الإجابة peaceful كلمة peaceful معناها مسالم أو هادئ بكده نفس المعنى ما ننساش انها جاية من الاسم peace اللي هو السلام وعكسه على طول war اللي هي الحرب طيب رقم اربعة there are a lot of attractive gardens كلمة attractive معناها جذاب كلمة مهمة جدا attractive attractive والاسم منها attraction يعني جذب gardens in our city the word attractive كلمة جذاب معناها ايه means ايه large يعني كبير interested مهتم ugly beautiful جميع طبعا الإجابة beautiful رقم خمسة the antonym كلمة antonym وركز معي في نطقها antonym يعني عكس antonym antonym عكس كلمة peaceful اللي قلنا من شوية معناها مسالم او هادئ عكسها ايه noisy يعني صاخب تمشي calm يعني هادئ لا ده نفس المعنى ده synonym المرادف بتاعها slow يعني بطيء comfortable يعني مريح تمام يبقى اللي جابة هتكون noisy يعني صاخب ستة the prefix كلمة prefix معناها بادئة يعني شوية حروف فأول الكلمة زي il ir un im بتغير معناها يعني عندنا كلمة usual هو عايز opposite عكسها عكس usual هنضف لها ايه prefix ايه un يبقى unusual usual يعني معتاد unusual يعني استثنائي او غير معتاد رقم سبعة بيقول the synonym of modern is synonym معناها مرادف synonym معناها مرادف مرادف كلمة modern حديث يبقى عايزين معنى كلمة modern له حديث old قدين دي عكسها ancient عطيق او عريق دي عكسها برضو famous مشهور ما لهاش علاقة بيها خالص يبقى اللي جابة new يعني جديد رقم تمانية the suffix suffix عكس prefix suffix معناها اللاحقة يعني في اخر الكلمة تمام زي full زي ness زي ment زي in j طيب اللاحقة دي gives the adjective بتدينا الصفة كلمة adjective نحفظها يعني صفة adjective يعني صفة بتدينا الصفة من الكلمة help آه يبقى على طول helpful يعني متعاون رقم تسعة they arrived at school at seven o'clock هم وصلوا المدرسة الساعة سبعة the underlined word الكلمة اللي تحتها خط arrived means معناها ايه thought thought دي التصريف التاني والتالت من think يعني يعتقد يبقى اعتقد مش هتيجي boot يعني اشترا الماضي من buy مش هتيجي برضو reached يعني وصل تمشي تمام played يعني لعبة يبقى الاجابة reached ما ننساش ان reach يصل لا تأخذ حرف جر بدون حرف جر بعدها لكن reach او لكن arrive آسف arrive بتاخد حرفين جر arrive at ده لو مكان صغير مكان صغير مقفول مقفول بصور كده مثلا زي المستشفى وكده in لو مكان مفتوح زي المدينة او القرية وهكذا عندنا كمان get كلمة get لو بعداتو معناها يصل الى رقم 10 if something is space لو الشيء ده ايه it is enjoyable ممتع and exciting ومثير boring يعني ممل لا ده عكساه tiring يعني متعب نحفظ الصفات ده مهمة جدا boring يعني ممل تمام retiring متعب متعب تمام interesting يعني شيق طبعا ده الإجابة bad يعني سيئة رقم 11 there are a lot of monuments in Luxor يوجد الكثير من الآثار في الأقصر monuments اللي هي الآثار here means not of the past times ده معناها ايه للأوقات الماضية old buildings مباني قديمة في الماضي تمشي fresh buildings مباني حديثة لسه طازة يعني leather buildings مباني جلد modern buildings مباني حديثة يبقى الإجابة تبقى old buildings 12 اسماليا is beautiful الإسماعليا جميلة there are space buildings يوجد مباني ايه بقى and interesting monuments وآثار شيقة وممتعة boring يعني ممل مش هتيجي attractive يعني جذاب تيجي طبعا ده الإجابة natural يعني طبيعي weak يعني ضيف attractive يعني جذاب attractive 13 the pyramids are one of the most wonderful space in the world هي أحد الإيه في العالم moments يعني لحظات مش هتيجي خالص monuments آثار تمشي dictionaries مش هتيجي corners يعني أركان أو ناصيات اللي يجب من corner يبقى الإجابة تبقى monuments الآثار الرائعة أحد أروع الآثار في العالم الجملة دي حلوة واحفظوها كده ممكن تفيدكم في الparagraph the pyramids are one of the most wonderful monuments in the world كمان مرة the pyramids are one of the most wonderful monuments in the world طيب رقم 14 there was a lot of not on the roads this morning كان يوجد الكثير من إيه بقى في الطرقات هذا الصباح مستر أحمد عشان كده مستر أحمد was late for work كان متأخرا على العمل احفظ معي التعبير ده late for يعني متأخر على late for ممام كده I was late for work كنت متأخرا على العمل كير معناها اهتمام ولا peace سلام ولا traffic حركة المرور أو زحمة المرور juice يعني عصير اللي جابة هتكون traffic يعني حركة المرور رقم 15 I have a lot of colorful fish in the space يوجد لدي الكثير من السمك الملون فين بقى museum المتحف مش هتيجي bank اللي هو يا إما ضفة النهر يا إما البانك مش هتيجي برضو library اللي هي المكتبة ممكن أنطقها library أو library library مش هتيجي برضو aquarium اللي هو معرض الأحياء المائية أو حوض سمك هنا جاية بمعنى حوض ايه؟ حوض سمك يبقى اللي جابة aquarium aquarium حوض سمك aquarium أو معرض الأحياء المائية رقم 16 my uncle عمي is very good at sports عمي شاطر جدا في الرياضات not at handball نقط في كرة اليد hardly just يعني especially خصوصا طبعا دي الإجابة نحفظ كلمة especially خاصة أو خصوصا especially only يعني فقط قولني يعني إيه؟ فقط تمام كده؟ يبقى معنى الجملة إن عمي شاطر جدا في الرياضات خاصة إيه؟ كرة اليد رقم 17 a or an not is something that people build to remember ده شيء الناس بتبنيه عشان يفتكروا أو يتذكروا an important person شخص مهم or event أو حدث مهم يترى mountain يعني جبل ولا monument يعني آثار ولا aquarium يعني معرض أحياء مائية أو حوض سمك ولا bank يعني ضفة النهر أو البنك طبعا إجابة تكون monument يعني أثر رقم 18 a or an space is a large area of water هي منطقة كبيرة من المياه with land وحواليها إيه؟ around it oasis كلمة oasis معناها واحة هتقابلنا في المنهج كتير oasis oasis يعني واحة lake يعني بحيرة island يعني جزيرة beach يعني شاطئ الإجابة واضحة جدا هتكون lake طيب 19 we can form the word peaceful from the noun نقدر نكون الكلمة peaceful اللي هو مسالم أو هادئ from the noun من الإسم إيه؟ احنا قلناها من شوية peace يعني السلام طب مين فاكر عكسها إيه؟ عكسها war اللي هو الحرب تمام؟ زي ما اتفقنا هاقرر كتير عشان تحفظه معي عاوزك نطلعهم الفيديو وحافظين الكلمات كلها رقم 20 بيقول you can make an adjective تقدر تكون الصفة from the verb من الفعل use by adding خلي بالك عندك الفعل use هضيف له ايه بقى عشان يبقى صفة use of ولا useful اه useful يعني مفيد useful بس ركز معي كلمة use هنطقها use الاس نطقها كأنها زد use دي لو فعل لكن لو اس هنطقها use use يبقى الاس نطقها اس طيب أنا بضيف فل على الاسم ولا الفعل على الاسم يبقى useful وعكسها useless use لس يعني بلا فائدة useless اكتب الملحظات دي useless بلا فائدة مش مفيد وعكسها useful 21 بيقول to give the opposite of the word natural عشان تدي عكس الكلمة الكلمة natural اللي هي طبيعي natural عكسها ايه بنضيف لها البريفيكس البداية ايه this natural لا unnatural اه طبعا هي دي الاجابة er natural مش جايه اصلا وim natural مش جايه خالص يبقى الاجابة un unnatural يعني غير طبيع رقم 22 بيقول this machine does many things الالة دي بتعمل حاجات كتير جدا it's very useful انها مفيدة جدا لكن peaceful يعني مسالم او هادئ careful يعني حريص helpless معناها ايه بائس بائس او بلا ايه بلا فائدة helpless طيب ما تنساش ان انا بقرر الترجمة عشان تحفظ 23 محمد صلاح is a famous sports star محمد صلاح ده نجم رياضي مشهور this means that he is ده معناه انه هو ايه he's bored ملان مدجيش يبقى bored معناها ملان يعني يشعر بالملل ملان تمام لكن boring معناها ممل دي عكسها lazy يعني كسول unknown غير معروف will known معروف جيدا رقم 24 عشرين adam space to work or his work late yesterday adam وصل شغله متاخر مبارح وصل احنا قلنا arrive عايزة يا اما ات يا اما ان ات مع مكان صغير محاط بصور او مبنى مثلا وان مكان مفتوح لكن هنا عندك two يبقى مش عايزينها خالص got قلنا got لو بعدها two معناها وصل يصل الى فدي تمشي احتمال صحيح reach reach ما بتاخدش حرف got reach مش بعدها حرف got لكن هنا عندك حرف got اللي هو two و found منهاش علاقة بالكلام خالص يبقى الاجابة got يبقى Adam got to his work معناها ادم وصل الى عمليه رقم 25 we always نحن دائما نقط shopping on friday اخذنا في المنهج اني go shopping go shopping يعني ايه يتسوق يذهب للتسوق تسوي ايه do the shopping do the shopping تمام كده يقوم بالتسوق نفس المعنى يبقى لما تلاقي go go shopping عطول لكن do the shopping يبقى الاجابة go shopping يتسوق طيب اختبر اتقانك للمفردات بيقولك how can i get to the library ازاي ممكن اصل الى المكتبة from the school go نقطة on هو عايز يقول ايه go يعني سر بشكل مستقيم يبقى عايز في النقطة كلمة بشكل مستقيم حتى حافظها اللي هي straight اللي هي straight يبقى نكمل كده straight طيب رقم اثنين نقطة is the library هو بيقول كم تبعد يبقى how far how far احفظ معي how far يعني ما المسافة أو كم تبعد how far is the library for about تقريبا 100 متر 100 متر رقم ثلاثة نقطة does it take to get there كم المدة يبقى how long how long يريت الحاجات دي نحفظها how long does it take to get there how long does it take to get there يعني كم المدة اللي هنستغرق عشان نوصل هناك it takes 10 minutes تستغرق 10 دقاق طيب where is Ismailia located موقع الاسماعليا فين يبقى it is located between كذا 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 أو it's between كذا كذا هو عايز كلمة بينة يبقى between بس between between معناها بينة number two not people live there هو عايز يقول كم عدد الناس اللي بيعيشوا هناك يبقى how many how many people live there طيب about كلمة about ممكن يكون معناها عن أو بشأن أو تقريبا لما تلاقي بعدها رقم يبقى تقريبا ماشي كده تقريبا three hundred fifty thousand people live there تقريبا 350 ألف شخص بعيش هناك ثلاثة بيقول what does it look like شكلها ايه what does it look like ما شكلها what does it look like what does it look like there are space buildings عايز يقول جزاب يبقى من فاكرها attractive يعني جزاب attractive جزاب يوجد ايه مباني جزابة there are attractive buildings and lots of gardens هتلاقي كلمة attractive بتتكرار كتير جبه فمن التكرار هتحفظ طيب ندخل على step two محادثة بيقول a tourist is asking a guide for help السائح بيطلب من مرشد سياحي كلمة guide معناها مرشد سياحي guide كلمة guide كفعل معناها يرشد كاسم معناها مرشد مرشد سياحي مثلا طيب السائح بيقول can you help me please ممكن تساعدني لو سمحت فرد عليه المرشد قال له حاجة ثم السائح قال له how can I get to the metro station ازاي ممكن اصل الى المترو فالمرشد قال له الاجابة ثم سؤال من السائح no it's not very far لا ده مش بعيد جدا فالسائح سأل سؤال can I go there on foot ممكن اروح هناك سيرا على الاقدام on foot فالguide قال له حاجة ثم tourist سأل سؤال فقال له المرشد it takes about 10 minutes to get there يستغرق منك الامر عشرة دقائق لكي تصل الى هناك طيب can you help me please ممكن تساعدني لو سمحت هيقول له ايه yes sure نعم بكل تأكيد how can I get to the metro station ازاي اصل الى محطة المترو هيقول له ايه اتجاهات وخلاص طالما الاجابة مفتوح ايه اتجاهات يعني مثلا هناخد من اتجاهات الف الدرس go straight on يعني مش على طول and turn left وخش شمال مثلا go straight on and turn left طيب سؤال اجابته no it isn't very far يبقى هيقول له هل المكان ده بعيد يبقى is it far is it far هل هو بعيد is it far it is هتبقى في السؤال is it هنعمل ماس is it تمام كده can i go there on foot ممكن اروح هناك سيرا على الاقدام هيقول له طبعا اه هو مش بعيد يبقى yes you can can i yes you can can i yes you can can i yes you can or no you can't سؤال اجابته it takes خلي بالك الفعل في اس يبقى الفعل المساعدة البقيبه does انت هتعمل دائما ازاي سؤال عندك فعل هتبص عليه في الجملة it takes الفعل في اس يبقى فيه does يبقى how long does it take how long does it take to get there how long does it take to get there يعني كامل مدة اللي هتستغرقها هتستغرقها المسافة عشان اصل طيب المحادثة البعدها زين is asking marwan about history زين بيسأل marwan عن مدنتو زين بيقول where do you live marwan المرة دي انتو اللي هتقوم المحادثة دي تمام where do you live marwan اجابة سؤال من زين ismailia is between porsaid and suez سؤال من زين اجابته about 350,000 people live there سؤال من زين what does it look like marwan اجابة فزين i like gardens are there any museums سيقول له yes or no طيب الاجابات رقم واحدة تكون ايه where do you live i live in ismailia سؤال اجابته ismailia is between where is ismailia located or where is it located سؤال اجابته about كذا كذا how many people live there نفس المحادثة اخدنا من شوية what does it look like شكلها ايه there are lots of attractive buildings طب حد يقول لي it is wonderful برضو صح حد يقول لي مثلا it is attractive برضو صح كله صح i like gardens انا احب الحضائق are there any museums هل في ايه متاحف يبقى yes there are or no there aren't تمام yes there are اجابة مفتوحة ننتقل لسؤال القواعد رقم واحد بيقول he was born not 27th of November احنا قلنا التواريخ قبلها ايه قبلها on على طول تمام يبقى التاريخ قبله on طيب رقم اثنين the museum is not the corner قلنا on the corner على الناصية ده تعبير على بعضه on the corner على الناصية ثلاثة does hatim go shopping not the afternoon قلنا فترات اليوم الرئيسية in the morning in the afternoon in the evening وهكذا يبقى الإجابة تبقى in بس ما تنسوش هنقول في الفجرية at dawn في الفجر تمام at dawn في نص اليوم at midday وهكذا بالليل at night يبقى عندنا at dawn في الفجرية وعندنا at night طبعا كده وعندنا برضو at dusk في الغصق اللي هو فترة المغربية كده قبل المغرب على طول at dusk وعندنا at night اللي هو بالليل كلهم بياخدوا ايه؟ بياخدوا حرف الجار at لكن البقي in the afternoon in the noon in the morning وهكذا تمام؟ طيب رقم اربعة I usually go to the sport center نقط friday قلنا الايام ايام الاسبوع بتاخد حرف الجار ايه؟ the museum is a good place المكحف مكان جميل to go at the weekend يبقى تعبير على بعضه في اجازة اخر الاسبوع اسمها at the weekend ستة I always go to the park دائما اذهب الى المنتزه نقط saturday mornings في ايه؟ فترات الصباح كل ايه؟ كل سبت saturday ده مش يوم ده ايوم يبقى اون على طول سفن نقط lunch time في وقت الغداء at lunch time at lunch time يبقى وقت الاكل بتاخد at I visit my cousins تمانية the library المكتبة is not to the bank عندك حرف جار 2 يبقى next to على طول big a war the library المكتبة is not the museum and the restaurant عندك مكانين اهو وفيه and في النص يبقى على طول between يعني بين 10 نقط saturdays ايام السبت يبقى on الايام بتاخد on 11 from the station من المحطة go straight on تعبير على بعضه يمشى على طول سر في خط مستقيم go straight on 12 they like to visit لقصر هما بيحبوا انه يزوروا لقصر نقطة winter winter ده من سميه seasons يعني فصول السنة فصول السنة اللي هو winter autumn summer spring والكلام ده كله دايما بياخد حرف الجر in يبقى فترات السنة او فصول السنة بتاخد in 13 he's not here at the moment تعبير على بعضه في التول اللحظة معناها at the moment في هذه اللحظة او في هذه الاسنة at the moment farmers الفلاحون usually start working at dawn في الفجرية at dawn at night at midday at dusk طيب خمستاشر clothes were very different المنابس كانت مختلفة نقطة the 18th century في القرن التمنتاشر كلمة century معناها القرن تماعي يا شباب القرون والفترات الكبيرة في الماضي بتاخد in in the 18th century 16 my house is on the space of the street corner on the right on the left of تمام الاثنين صحيح هنا right صح وبرضو left صح they traveled to the hub هما يسفروا دهب نقطة holiday الأجازة بتاخد on holiday في الغالب أي كلمة فيها دي بتاخد on 18 I did the Chris word أنا حلت الكلمات المتقاطعة في خمسة دقائق in five minutes Lucy was standing نقطة the right of the picture قلنا on the left on the right she usually gets up هي دايما بتصحى half past eight الساعات بتاخد at at half past eight يعني الساعة تمانية ونص half past eight يوسف asks حسن about how he catches the bus to the zoo يوسف بيسأل حسن عن هو ازاي بيلحق لوتوبيس لحديقة الحيوان يوسف بيقول where can I catch the bus to the zoo يعني هقدر ألحق لوتوبيس فين فحسن قال له الإجابة كذا ثم يوسف قال له the bus stop وعندنا علامة تعقب exclamation mark يبقى بيردد الكلام ثم سؤال إجابته go past the museum كلمة past هنا معناها مرا بي يعني امشي وعد على المتحف and then turn left وبعد كده خش شمال the bus stop محطة الأوتوبيس is on the right على اليمين طيب يبقى كده هنا where can I catch هيقول له at the bus stop في محطة الأوتوبيس فقال له في محطة الأوتوبيس سؤال إجابة to go past يبقى هيقول له ازاي أروح هناك في سؤال حفظنا من فكره how can I get there how can I get there how can I get to the bus station أو how can I get there يعني ممكن أقولها to the bus station أو أقولها there بس الأفضل ما قررش الكلام طيب is it far away هل هي بعيدة هيقول yes it is yes it is or no it isn't it's just a 10 minute walk فقط تمشين مدة 10 دقائق يبقى وريبة يبقى نقول no it isn't no it isn't يوسف سأل سؤال إجابته من حسن yes I've visited it before ركزوا معايا كده في السؤال ده لما تلاقي yes يبقى ده سؤال بهل ويعني سؤال بهل يعني هنبدأ بالفعل المساعد المناسب طب الفعل المساعد بجيبه من فين من الجملة الإجابة I've visited عندك واحد فعله هو have وعندك اثنين اللي هو visited المساعد دايما هو رقم واحد حط رقم واحد فوق كده يبقى have صح have اهي طيب بعد كده I اللي هو الفعل هنحولها ليو عشان المعنى have you ثم visited بس ادي السؤال بهل يا جماعة سهل جدا يبقى have you visited it before يعني هل سبق لك وأنظرتها من قبل طبعا الإجابة هتبقى بخط الكمبيوتر هي قدامكم have you visited it before طيب يوسف read books يبقى تقدر تستعير او تستلف وتقرأ الكتب يبقى اكيد المكتبة مش الاكويريوم اللي هو معرض الاحياء المائية او حض السمك stadium يعني استاد library يعني مكتبة museum يعني مدحف رقم اثنين not means more than usual اكثر من المعتاد يبقى حاجة خاصة luckily يعني لحسن الحظ لحسن الحظ مش شتيجة خالص likely يعني من المحتمل من المحتمل especially معناها خاصة traditionally معناها بشكل تقليدي بشكل تقليدي طبعا الإجابة واضحة جدا especially احفظوا معايا كلمة especially معناها اكثر من المعتاد حاجة خاصة يعني especially رقم ثلاثة نقط is the opposite of modern عكس كلمة حديث اكيد old اللي هو قديم fashionable معناها مساير للموضة fashionable وقلنا unusual يعني استثنائي او غير معتاد رقم اربعة you can't hear any traffic here مش هتقدر تسمع اي ضوضاء هنا او صوت حركة المرور this means it is very ده معناها المكان ده ايه هدي جدا صح useless معناها بلا فائدة مش هتيجي terrible معناها فضيع terrible فضيع peaceful مسالم او هادئ طبعا دي الإجابة noisy يعني صاخب رقم خمسة we can give the antonym نقدر نجيب عكس كلمة known by adding باضافة the prefix البادئة unknown unknown يعني غير معروف 6 if you want to borrow and save money لو انت عاوز تستلف او تحوش فلوس او تحفظ فلوسك you can go to the a تقدر تروح فين يترى library المكتبة ولا bank البنك ولا station المحطة ولا aquarium معرض الاحياء المائية او حوض السمك لا طبعا اجابة تبقى bank يعني المصرف او البنك طيب مطروح is a beautiful city مطروح مدينة جميلة there are a lot of attractive يوجد الكثير من ايه الجذاب here in the city هنا في المدينة يترى of ولا at ولا traffic اللي معناه حركة المرور ولا quite يعني الى حد ما حركة المرور نحفظ هكرر كتير عشان نحفظ quite يعني الى حد ما إلى حد ما peaceful يعني مسالم او هادئ places معناها اماكن يبقى هنا الاجابة تبقى places أماكن the space in متروح النقط في متروح is not slow مش بطيء and there isn't much pollution انه مفيش تلاوس كتير يبقى حركة المرور traffic متروح is نقط متروح ملها but it is not boring بس هي مش مملة يبقى محتاجين صفة يبقى peaceful يعني مسالم او هادئ اريد ان حفظنا الكلمات دي كلها متكرار there are a lot of things يوجد الكثير من الاشياء to do انك تعملها especially خصوصا نقط the weekends خصوصا في فترات اخر اسبوع او اجازة اخر اسبوع قلنا على بعض at the weekend i never go to school نقط fridays الايام بتاخد حرف القر on on fridays my house بتنا is نقط to the park للمنتازة next to judy goes to the sports center جودي بتروح لمركز الرياضة نقط the afternoon in the morning in the evening in the afternoon تمام i live not a small village انا بعيش في مدينة او في قرية يبقى ان على طول يبقى اي مكان مفتوح ان the museum is a good place المتحف مكان جميل to go انك تروح له نقط the weekend لسه قالينها at the weekend في اجازة اخر السبوع نيجى بقى للparagraph a review on ismailia يعني مراجعة نقضية على مدينة الاسمائلية انا جبتلك نفس الparagraph اللي عندك في الكتاب وترجمته بالعربي قدامك اول جملة ايجيبت has a lot of interesting places in all of its parts عندنا شباب حاجة اسمها الجملة المفتاحية جملة تمشي في اي باراغراف لما اقولك ان دي جملة مفتحية حاول تحفظها ايجيبت has a lot of interesting places مصر لديها الكثير من الاماكن الشيقة ايه بالعربي يوجد في مصر الكثير من الاماكن المثيرة او الشيقة للاهتمام في جميع اجزائها او انحائها ايجيبت has a lot of interesting places in all of its parts اسمانيا is one of ايجيبت's beautiful governorates الاسماعيلية هي من اجمل محافظات مصر اسمانيا is one of egypt's beautiful governorates governorates يعني محافظات اسمانيا is one of egypt's beautiful governorates although ismailia does not have many historical sites بالرغم ان الاسماعيلية ليس لديها الكثير من المواقع التاريخية it has a lot of green areas الا انها لديها الكثير من المناطق الخضراء although ismailia does not have many historical sites it has a lot of green areas a lot of families الكثير من العائلات go to ismailia to spend their holidays يذهبون الى الاسماعيلية ليقضون اجازتهم او عطلاتهم a lot of families go to ismailia to spend their holidays دي برضو جملة مفتحي ممكن اغير فيها اي كلمة a lot of families go to egypt to spend their holidays a lot of families go to شرم الشيخ to spend their holidays يبقى لو جاني براغراف عن اي مكان حلو كده في قضاء اجازات ممكن احطوا للجملة دي كله there are attractive buildings interesting monuments and lots of gardens هناك الكثير من المباني الجذابة والاثار الشيقة والمثيرة للاهتمام interesting والكثير من الحضاق the best thing about ismailia is its calmness جملة مهمة جدا جدا ممكن نغير فيها كتير the best thing about is it's يعني ممكن اقول مثلا افضل حاجة في كتاب المعاصر مثلا هو شرحه الكلمات يبقى the best thing about المعاصر is كذا كذا وضحت يبقى جملة مفتحية the best thing about ismailia افضل شيء في الاسماعيلية is its calmness كلمة calmness يعني هدوء the city has little pollution no factories and a little traffic المدينة بها القليل من التلوث ولا يوجد بها مصانع وبها القليل من حركة المور there are a lot of اسف هنا المخروض a lot of او lots of يبقى نشيل الادي there are lots of things you can do in ismailia يوجد الكثير من اشياء التي يمكنك ان تفعلها في الاسماعيل او تقوم بها برضو القملة دي قملة مفتحية there are lots of things you can do in ismailia there are lots of things you can do in ismailia اخر قملتين you can sit on beaches go swimming and enjoy some water sports يمكنك القلوس على الشواطئ والسباحة والاستمتاع ببعض الرياضات المائية you can sit on beaches sit on beaches sit on beaches sit on beaches تجلس على الايه شاطئ go swimming تذهب للسباحة and enjoy water sports وتستمتع ببعض الرياضات المائية to conclude ختاما خلي بالك to conclude دائما بنختب بها الparagraph to conclude ختاما to conclude I advise all people انا بنصح كل الناس to visit ismailia ان يزوروا الاسم اليه